هو السيناريو الأسوأ لبريطانيا أن تنقطع الكهرباء لثلاث ساعات هذا الشتاء هذا ما أكده تقرير لشركة ناشنل جريد طرح ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن إمدادات الطاقة للشتاء المقبل السيناريو الأسوأ إذن هو الذي تردد أصداؤه رغم أن الشركة قالت إن احتمال حصوله مرتبط بفشل الحكومة في استيراد كميات كافية من الكهرباء من أوروبا وبفشلها أيضا بتأمين مصادر جديدة لتوريد الغاز وزير المناخ جرام ستيورت أكد أن التقرير يستبعد جدا حصول هذا السيناريو الأسوأ وأن بريطانيا أكثر استعدادا من كل شركائها الأوروبيين لهذه الأزمة أنا متأكد أن الحكومة فاعلت كل ما تستطيعه بالتعاون مع أوفغام وشركة ناشنال جريد وغيرهم لجعل بريطانيا في أفضل موقع ممكن ومن المفيد الإشارة إلى أننا في موقع أفضل من غالبية شركائنا الأوروبيين فبعكسهم نحن لن أتمد على الغاز الروسي وننتج حوالي نصف حاجاتنا محليا وعلينا أن نستمر في ذلك كما أننا زدنا بقوة إنتاجنا من الطاقة المتجددة ستيورت أكد أن الحكومة لن تقول للناس كيف تعيش حياتها وأنها لن تطلب منهم خفض استهلاك الطاقة موقف يتلقى مع موقف رئيسة الحكومة منذ حملاتها الانتخابية لزعامة حزب المحافظين حيث جددت دوما ثقتها بخطتها لتأمين إمدادات الطاقة في الشتاء كلام الحكومة لم يقنع الوزيرة الأولى في سكوتلندا نيكولا ستيرجن التي تنتقد ضعف الحكومة في التواصل مع الناس بشأن طبيعة الأزمة فسكوتلندا تنتج وفق ستيرجن من الطاقة المتجددة ما نسبته مئة في المئة من حاجاتها المحلية لكن شبكتها جزء من شبكة الكهرباء البريطانية وتعتمد بالتالي على قرارات الحكومة في هذا الإطار رغم تأكيدها مرارا أن بريطانيا ستعبر هذا الشتاء لم تستطيع حكومة الإسترس حتى الساعة ضمان عدم حصول اضطرابات مستقبلية في إمدادات الطاقة زيارة الأخيرة لبراج لحضور القمة الأوروبية قد تكون إحدى محاولاتها الأخيرة لتأمين بعض الأجوبة عما ينتظر سكان هذه البلاد الباردة مستفى زرور العربية لندن